اهلا بكم في يوم جديد بأمل جديد بوصفة حلوة ان شاء الله تعجبكم داخلين بقى على شهر 9 وعلى المدارس وأفكار المدارس كلنا استجمينا في الصيف وريحنا واللي صيف صيف خلاص بس بقى جينا الوقت الجد أوقات بنبقى عايزين حاجات تنفع في صندويتش ساعات بنبقى عايزين حاجة محطوطة في الفريزر تنجزنا نهاردة فكرت أعمل معاكم صدور فراخ رزته الصدور دي حلوة جدا وهتنجزنا في حاجات كتير لو عايزين صدويتش هتمشي لو عايزين نعملها ونقطعها ونحط جنبها رز وفص هتمشي عايزين نعملها في صندويتشات ورحين بسرعة بعد المدرسة لتدريب نادي برضو هتمشي تعالوا معنا نشوف وصفتنا هتمشي ازاي هجيب معايا صدور الفراخ اي عدد انتو تحبوه انا جايبة معايا اربع صدور المهم في وصفتنا ان الصدور حجمها يكون كبير واحنا بنطلب من الفرارجي نقوله احنا عايزين صدور حجمها كبير بقطع حتة الفلاء او الفصل اللي بيبقى الواحده عشان هو لما يستوي هينفصل عن الفرقة وهاخده بقى خليه اوظفه في حاجة تانية معايا اربع صدور واهم حاجة ان احنا نكون نهويينها كده على شبكة ونشوفها من المية كويس جدا وبرضو لزيادة التأكيد لو معانا فوتت مطبخ فوتا قطنة او او المناديل الورق نتأكد برضو ان احنا مش عايزين نخلي عليها اي حاجة ده دي علاقة بالطعم الحلو بتاع الفراخ وفي نفس الوقت هيخليها لما تتحط على النار تسويتها بتعتمد على انها ما تنزلش اي مية علشان لما نيجي نقطعها ما تفتلش معانا وتطلع حلوة يبقى ده اول سر من اسرار تسويتها انها ما يكونش فيها ولا قطرة مية وده اخدوها قاعدة في اي لحوم معايا حوالي ربع لتلت كوبية من الصياسوس يعني احنا بنحط وبنشوف بس الشكل واللون بالشرط نحط كله يعني انا بحط وبشوف هحتاج تاني ولا لأ وهقلم فيها الفراخ كده ما عندكوش فكرة الصياسوس بتدي للوصفة دي يعني بعد تاني خالص بتنقلها في حتة تانية هسيبها بالصياسوس خمس دقيق على مجهز التدبيلة الجفة اللي انا هحطها عليها بصوا بقى احنا معايا معلقة كبيرة من البابركة واهتموا بان البابركة تكون كمية حلوة دي معلقة كبيرة مليانة ويا سلام بقى لو عندكو بابركة مدخنة الموضوع هيختلف تماما ومعلقة كبيرة من الطم البودرة ومن البصل البودرة ومعلقة كبيرة من الزعتر هاخده بس الزعتر وهافوع زيوت العطرية وهحط نص معلقة من البهار صغيرة نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ده كيلو صدور يعني المفروض احطله معلقتين ملح بس انا حطى صياسوس فهنحط معلقة واحدة من الملح وهقلب التوابل مع بعض الفراخ بتاعتنا هيت استريحت كده في الصياسوس وامتصته كويس عارفين هو دوت اللي هيحيقها حلوة قوي من جوة ومش هيخلي فيها اي نكهة ممكن نحسها وإحنا بنأكل كده فيها زفورة او حاجة انا هاخد التوابل بقى بتاعتنا ديت وهرش منها على الفراخ ليه انا حطيت الصياسوس الاول وستها شوية ومحطتش معاها على طول التوابل بص احنا اول محطينا التوابل على طول بصينا لقينا التوابل شربت الصياسوس وعملت زي طبقة خينة لو احنا كنا حطيناها على حبة الصياسوس كانت تقلت قوي ولما جينا ندعك بيها الفراخ هتبقى كفر قامن على الوش بس مش هتتغلغة للصياسوس جوه جلد الفرخة نفسه وتبقى شربة منها دوت السبب احنا هنسيب التدبيلة دي بقى يعني احنا ممكن نعملها وإحنا بنوضى بأي حاجة ونحطها في التلاجة لو عايزين نعملها قبلها بيوم ماشي ما فيش مشكلة خالص هنسيبها في التلاجة على الاقل ساعة وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه انا طبعا عشان مستعجلة سبتها ساعة واحدة هحط معلقتين من السمنة على النار يفضل هنا ان احنا نحط سمنة اللي حابب يحط زيت او سمنة على زيت يحط بس انا هقولكو سمنة بس ليه السمنة بس مش هتخليها تتحمر بسرعة معانا وفي نفس الوقت مش هتنشف النسيج بتاع الفراخ من برا فلما نيجي نقطعها هنعرف نقطعها لو عندنا مستكا في البيت نحط في الصيد هنعرف ان الدنيا جاهزة عندنا هنا ازاي لما نلاقي المستكا بتسيح بسهولة بنحط سدر الفرخة على الناحية اللي كان عليها الجلد مش هحط الاربع صدور مرة واحدة لما اضمن ان الطاصة بتاعتي رجعت لها الحرارة اليوم اول صدرين حطناهم همت هيتقلبوا احنا ما بنحركش كتير عشان احنا عايزينها ما تنزلش العسارة بتاعتها بصوا معايا بقيت التوابل انا ما كنتش خدتها كلها بقيتها اللي لسه في البولة ممكن اخد رشة كده وهحط رشة بنجس التين في اللحظة دي عدى حوالي سبع دقايق وهننزل بقطرات من الخل على ابعاد مش على الفراخ انا عايزاها تعمل سنة بخار هنبدأ نوقفهم كده ثواني برضو ونغطي ممكن نحط ايه طشة بسيطة من الخل بعيد عنهم ما تجيش عليهم انا مش عايز حاجة تجي عليهم هي بس بتبخر هغطي بالزبط دقيقة وهقلب على الناحية الرفيعة التانية بصوا قبل ما طلعهم على طول هحط كده رشة من الصية صوص خفيفة عليهم واقلبهم فيها عشان بس ايه تعزز اللون الدهبي بتاعهم وكده خلاص ونبدأ بقى انطلع جبت حلة وحطت فيها ورقة فويل طبعا مش هنقوله ومش غزائه ومش هلمس الأكل وهحط فيها حبة من الملح كده هحطها على النار هحط بقية المكونات وهي على النار عشان الانجاز هحط فيها معلقة من السكر هحاول كده اسيب فراغ عشان السكر يسيح بسهولة وشوية من الشاي وشوية من الزعتر وكام ورقة لورة وده اللي انا هدخن به الصدور بتاعتي هسيبها لحد ما السكر يسيح وهتبدأ تعمل هي دخنة الحاجات اللي موجودة دي هتدخن بس نحط اي شبكة عندنا مصفة طبق استلس اي حاجة تاخد قطع الفراغ بتاعتنا علشان ما تلمسش الحاجات ديت هغطي عليها وهسيبها لما تبدأ تدخن هحط فيها الفراغ واسيبها بتاعة دي اتين تلاتة زي بالزبط ثم بنعمل فحمة ونطفيها طبعا اكيد كلنا فاكرين ان احنا بندخن الفراغ اهية الفراغ اتدخنت طلع البخار بتاعها حلو جدا اللي دخان هطلعها بقى هي كده اخدت ريحة حلوة عندي ورق المطبخ بقى هحطها عليه وهسيبها لحد لما تبرد خالص ودخلها لو انا بقى مستعجلة هدخلها ساعتين تلاتة الفريزر لو مش مستعجلة هسيبها بقى في التلاجة كم ساعة علشان اعرف اقطعها هخليها كده على الورق في مكان هاوي في المطبخ لحد لما تخد خالص والحرارة اللي فيها كلها تروح ودخلها التلاجة الفراغ بالمنظر دوت مش بتتقطع اللو هي بردة تماما يعني دي عشان كده بقول وصفة الانجاز نعملها بقى قبلها بيوم ولا حاجة ونشلها في التلاجة عايزتنا اقطع النهاردة بكرة بعد وبراحل عندي بقى زاتون هعمل منه زي غموز كده هو تتحط في صندويتشات لو حبينا نعمل الفراغ دي في صندويتشات هحطه بس في الكابة وهحط معايا سنة زيت وهو طبعا عليه الخل بتاعه يعني كان فيه بتاع معلقة خلص بتاعه معايا وهضربه طبعا احنا حسب رغبتنا زاتون اسود زاتون اخضر حسب ما بنحب هنعمل الفراغ بتاعتنا قعدت مدة كافية في التلاجة ومعانا الزاتون اللي فرمناه في الكابة مع معلقة زيت سواء زيت زاتون او زيت عادي زي ما تحبوا هنبدأ بقى نقطع الفراغ بتاعتنا تعالوا بقى نشوف لو احنا عايزين نعمل صندويتش منه للمدارس او لا او خارجين مش هنحط بقى كاتشب ولا حاجة من الحاجات اللي ممكن طبوز عندنا معجون الزاتون دا وممكن ننعمه على قد ما نقدر او نفرد زبدة زبدة مناكهة بقى عشاب بتبقى جميلة جدا ونحط خص ونحط الشرايح بتاعتنا كده طرية جدا بصوا شايفين انا عايز اوريكوا حتة وكمان دي من الطرف يعني الطرف احيانا بيبقى ناشف سنة عشان رؤيا فجاله تسوية اكتر بصوا طرية ومش بتتقطم يعني مش لما باجتنيها بتتقطم لا دا ليه ناتج عن ان الطاصة او الحلة بتاعتي كان قاعة سميك بتوزع الحرارة صح ستها تسخن كويس جدا المادة الدهنية كانت سمنة ما كانتش زيت حمرتها فيها اللي بتاع على كل الجوانب كل دا في خلال حوالي 12 دقيقة فقط ما تزودوش عن كده انتو من لحظة للتانية بتحطوا الغطى دقيقة وترفعوه عشان ما تنزلش ميتها دا كله من عوامل التروى بتاعتها بتكمل ال 15 دقيقة بالتلات دقيقة اللي بنحطها تتدخن بيهم وخطوة التدخين خطوة مش ضرورية اللي مش عاوز يعملها برضو هتطلع الفراخ طعمها حلو وجميل بجد انا عايز اقول لكم دي منجزة بصوا من اربع صدور عملنا كمية قد ايه يعني انا ممكن اعملهم وحطوهم عندي في الفريزر وطلع اقطع صدر اعمل منه صندوتيات لو عايزة بالنسبة لصندوتيات المدرسة او لو اخدينها نادي والجو حاليا للصحر ما تحطوش للولاد فيها من تحت كاتشاب ولا تحطوا طماطم ولا اي حاجة من الحاجات دي معجون الزتون ده حلو جدا ومغزي ومفيد حطوه اللي ما بيحبش الزتون وايز حاجة تطري مسحة زبتة خفيفة جدا ونحط عليها قطع الفراخ ويعني هتكون طعمها تحفة انا مش قادرة اوصف لكم الطعم الكاميرا ما بتوصلش الطعم ولا الريحة ياريتها كانت توصلوا لو عجبتكم وصفتي استنيني في وصفات حلوة كتير كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم